أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد اليوم وصفتنا كتير طبيعية لحمة بالصحن بس اليوم رح نعمل بطريقة مختلفة مع البطاطا البوري والجبنة تابعونا للأخير نتعلم شلون أول شي بدنا نسلق البطاطا وبعد ما تنسلق بتصير معلبة هالشكل انتو كيف بتحبوا البوري بتساووا أنا عندي الملح والبهار ونصف كاسة حريب منبلش فيه نهرس البطاطا اول اشي بعدين منضيف المقونات اللبهار والملح هنحتاجت بس لاربع كاسة حليب واذا بتحبوا كمان نضيفو لجوست الطيب كمان بتكون أطيب نخلط المزيج منيح ونحطه على جناب لتجهيز اللحم أنا عندي كيلو لحم عجل من الكتف عندي نصف بصلة نعمة ثلاث حبات تون مهروس بالنسبة للبهارات عندي معلقة ملح معلقة صغيرة من الملح بهار أحمر حلو معلقة صغيرة نصف معلقة صغيرة من البهار الحد الخشم معلقة صغيرة كزبرة ومعلقة من التوم هلا بدي أحطهم قلاتهم مع بعض بدي أحطهم للبهارات المشكلة ونضع كل مليك ذلك وذهب جهزتنا اللحم نغض بحضة يجب غير العزية 25 غرام نجلب هذا نغضي نستخدم أعلنت برش الشكل بيضاء ونصفونا على الصينيين جاهزت معنا اللحمة الآن نكبس من هنا نفتح مثل الحفرة نحن نفتح نحن نفتح 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 الآن سوف نصبع في الصيني الميزاني عندي وراء الزعتار الآن سوف نضع الخرن على درجة حرارة 175 للمدة 20 دقيقة 25 دقيقة هذه اللحمة معنا ديتين ثلاثة طعمة ورغطة وهذا عزيزي المشاهدين امتحت وصفتنا اليوم أتمنى ان اثناء العجابكم وريضا لكم واذا عملتمها اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات ولا تنسوا تدعموني من اللايك وشير والاشتراك سلام وهذا عزيزي امتحت معنا الوصف بالشكل أتمنى ان شاء الله تعجبكم اشتركوا في القناة